كنت متوقع إيه؟ أنا متفائل دايما كنت متفائل؟ آه ليه؟ إن شفت الناس كلها شفيتها إنها رايحة للأهل وحق محسومة وساعات اللعيب الكرة ماينفعش يخش مبروة واسخة إنه هيكسبها جزء من الصناعة النفسية للعيبة الكرة إنه لازم يكون عنده التشالنج ويكون حاس إنه مضغوط لكن لما يحس إنه مطش سهل والحظ دايما أو التوفيق دايما بيكون معاه فبيكون تعامله مع المبرأة أقل من حقيقة المبرأة وده اللي حصل على مستوى خلي بالك النادي الأهلي الجماعية بتاعته هي شخصيته يعني كله لما بتعامل بتعامل بالجماعية ما عندهش أفراد نجوم يعني النادي زمانك ممكن الجماعية بتاعته تقع لكن موجود زيزو موجود عبدالله السعيد موجود ناصر ماهر عنده لعبة عنده شخصية يده شو في الملعب لكن الأهلي جماله في جماعيته فهو فقد لما فقد الجماعية دي اهتز تماما فقد بالإضافة المبرأة اللي هي مفتاح وهو ده اللي أنا شفته اداني شيء من التفاقل احنا بقى بتعكرة مش حنقول خبر احنا بتعكرة الملعب قوي مفتاح يعني ايه؟ المفتاح بقى المبرأة في ايه؟ اللي هو السيطرة وأهم مناطق السيطرة نص الملعب استحوذك عكوة لما كولر لقيته بيلعب ب2 ديفندر 2-6 أكرم توفيق ومروان عاطية ده يريحك نفسيا إن فضل إمام عشور لوحده هو اللي بيلعب في منطقة صناعات اللعب أو اللي يكمل رغم إن أكرم هو السبب في الجون وكمل تكميل أنا أقصد الشخصية الدائمة لي رقم 6 جوا المبرأة فده أفضلية لنص ملعب الزمال يكون يبقى مرتاح فهنا عبدالله سعيد اللود إنه كنت ترجعي بعبدالله سعيد اللي ورا ما بقاش موجود فعبدالله كان مرتاح ونصر مهر مرتاح ودونجا لعب شوية على إمام عشور وإمام عشور ساعة دونجا كمان إنه هو كان بيخرج بره الملعب كتير ده يعني فيسهل إنه دونجا يتعامل معافة النية أقدر أقول هنا إنه جومز قدم عبدالله السعيد بشكل جديد؟ هو عبدالله السعيد ذاكي قوي إنه ينتهز الفرصة هو الهداية جات من كولر مش من جومز